هل الأمر صعب الآن في ساحة المعركة؟ بالتأكيد الرئيس الأوكراني فلودمر زيلنسكي يواصل الوقوف بعناد أمام الضغوط الدولية إذ رفض بشكل قاطع خوض مفاوضات للسلام مع روسيا على الرغم من إقراره بصعوبة الأوضاع العسكرية في أوكرانيا ففي مقابلة له مع صحيفة ذاسان أكد زيلنسكي بحزم أن الصداقة مع روسيا ليست خيارا جيدا رافضا فكرة الجلوس على طاولة المفاوضات مع موسكو واعتبر زيلنسكي أن روسيا لا تسعى لإنهاء النزاع الحالي وفي ظل هذه التطورات تشير تقارير إلى بداية مناقشات محتملة بين الولايات المتحدة وأوروبا مع أوكرانيا بشأن مسار مفاوضات السلام مع روسيا مما قد يتطلب تنازلات من قبل كييف للتوصل إلى تسوية ونفى الرئيس الأوكراني هذه التقارير فمن ناحية أخرى يتهم زيلنسكي موسكو بمحاولة استغلال التوترات في الشرق الأوسط لصالحها في ظل انشغال المجتمع الدولي بالصراعات في الشرق الأوسط